مجال النجومية في التمثيل ليه مساح التدريب؟ وهل يتم الالتزام بها لو كانت موجودة؟ آه طبعا طبعا التدريب أساس الممارسة أساس لأن الممثل زي بقولك إيه وخصوصا في المسرح أن المسرح بيتميز أو له خاصية مش موجودة في بقية الحقول الفنية الخاصية دي إيه هذا اللقاء الحي المتجدد بين الممثل بين إنسان على خشبة المسرح اسمه ممثل وبين إنسان في صالة المسرح اسمه المتفرق لقاء حي بين اتنين بشر وهذا اللقاء يتجدد كل يوم لا تدريب تلاقي في السينما ده مش موجود الممثل بيعمل دوره مرة واحدة ثم يصبح صورة على الشاشة في الفيديو مش موجود بيعمل دوره مرة واحدة ثم يصبح صورة على شاشة تلفزيون شاشة تلفزيون في الإزاعة بيعمل دوره مرة واحدة ثم يصبح صوتا في الأثير إلا المسرح إلا المسرح لقاء حي متجدد لأن كل يوم بقابل متفرج شكل وانت كمتفرج بتفرج عليها النهاردة وبكرة في متفرج آخر بيتفرج عليها بكرة أنت توحي إليه بردود أفعالك بشكل يختلف عن الإحاء الذي يوحيه متفرج بكرة ومتفرج بعد التمرين بقوة بشدة ده هل هو طموح عشان توصل تبقى نجمة أعلى صدقني يمكن التمرين زي المطش بالضبط الزي المطش؟ بالضبط اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في المطش انت تكسل في التمرين أكيد هتكسل في المطش بتأخذ العملية جد وبتأخذ العملية بمنتهى القوة ومنتهى الجدية سدقني هتبقى كويس جداً في لأن انت خطى على كده لا تكسل في التمرين ما تكسل في المطش لكن يقولك bahs' يا عمي هذا التمرين ولبع lateral تفرق فبعدين الثانية بتفرق في المطش الثانية طبعاً يعني الاسبرينت الاولاني ده مثلا او الامح الباصر بمسلا الجول موجول بيجي ايه مثلا او جول فيه ده بيجي غلطة او تكاسل رابع سنية والظبط فاكيد اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في الماضي سيد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب سيد عبد الحفيز فعلا لعيب بدأ ينضب ولعيب ملوش مصطفى ليه ما دربتش والله بص يا كبتنا احمد التدريب بردك موهبة زي ما كان اللعيب موهبة انا اخترت ان انا ادرب في الناشئين لغاية سن معانين وبعدين ابتديت ابعد لاني حسيت ان انا هتعم لان هنا في مصر المدرب يمسك الفرقة الفرقة تكسب لعيبه كويس الفرقة تتغلب ولك شير المدرب بقت عملية خطيرة ودي ظاهرة خطيرة المفروض ان انا بدي المدرب كل الصلاحيات في التدريب اخر السنة بحزبه ما جيش في نص السنة او في تدريب السنة اقول له مع السلامة دي اه يعني انا محبتهاش ففضلت ان انا اكون في جهاز الناشئين عشان اطلع شبل اه اطلع موهبة اطلع الحاجات دي اشوف حاجة يعني اطلحها للناتي كنت ان الصفر الى تبقى امانة لو لعبت في الاهل او الزمالك النجميتك تحت تبقى اكتر من كده والله دي ممكن وممكن ما تبقاش الحظ معاى ان كانت نادي الترسانة اه كان حظ كويس فيه ممكن كنت اروح نادي الزمالك كنت اروح نادي الاهل كنت اروح اي نادي مكانش الحظ يبقى معاى إنما أنا الحمد لله أعوذ بالله أنا فضلت لنا الترسانة اللي أنا تربيت فيه يعني أنا وأنا صغير كانوا بروح من سنة اتنين وخمسين أو اربعة وخمسين قبل المبرأة كانوا بلعبونها نسل للناس نسل للناس فرقة لابسة أبيادة فرقة لابسة أصفر ونلعب قبل الماتش بتاعنا ساعة واحدة لغت لما الماتش الكبير الساعة ثلاثة وبعد كي بتده التدريجيان إن أنا لعب بقى في الأجبال كان موسم ستة وخمسين أجبال 16 سنة قول لي أنت بتتمرن؟ بتتمرن كأيين؟ تمرن صوتك اللي ده لازم إزاي؟ اللي هو بتعمل يعني توعد مع البيانو وتتجرب وتغني زي ما بتغني في الحمام زي ما بغني في أي حتة اه تمرن؟ العرب ألا بالإنجليسي؟ بقلت ليه؟ موسيقى موسيقى أنا بعتبر إنه اللعب القلمياد إن ما كانش يتمرن وتمرين ده يبقى مستمر بيجي بيفتقد الميداليات اللي هي بنقول عليها في آخر المسابقات أيضا الصوت الصوت ده ربنا خالق حنجرة أرأ أو أضعف شيء في تكوين الجسماني أو التشريحي لو حدت أي دكتور أنفق أسر محاذج الحنجرة وعدت مع ده كتر متخصصين وشفت الحنجرة يعني في التشريح قد إيه صغيرة جدا وقد إيه قوية جدا وقد إيه رائية جدا يعني أكتر حاجة بتتعب من الهوى من الجو من تغيير الجو يعني الحنجرة دي خلقها ربنا إن هي مفهاش عضلات ومفهاش إن ما فيها إن الإنسان يضربها بقى عشان الكورتين الصغيرين دولو الحبلين إن هم يتضربوا على قوة الصوت ويتضربوا على التون بالزبط اللي بيقولوا منه لو جت مثلا مطربة أو مطرب بيقول لهم سمعوني حاجة لو غنوا حيغنوا من طبقة تحس إنها مش نساز وما ينشزوه اسم من غير مازيكة بيقولك والله إيه ده أصلا صعب بيغني من غير فرقة لا هو لو متضرب هيغني من غير فرقة كويس اللي اللي بتضرب بيصدك في الكلية إزاي؟ باخد تمرينات فويس بقدر أغني بيها مع الدكتورة معي فده بيتمرني في الصوت يعني لا الواحد لما بيبدأ الغنمة بيبدأش كتا طبعا نزمن بيتضرب ويتضرب عشان يوصل للمستوى الأعلى يعني إنت استفدت من التدريب؟ طبعا يعني أنا مثلا أغني إنت الزمان اسمح يا جميل ده صوتي تنشز؟ مش قوي الأصوات ما بتبقى خنخيز الأصوات فيه أنواع بتعرف تغني وأنواع لأ أنا بعرف أغني؟ الصراحة؟ موسيقى 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 عن رحبني أضور عن رحبني أضور عن رحبني أضور عن رحبني أضور قريب 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 المطرب يضرب صوته إزاي أحسن؟ السلفاج يفضل كل يوم يتضرب و هذا أساسي للمطربين حتى في ناس لغاية دلوقتي لازم يعملوا صرفيج يفتحوا صوتهم ويغني كل يوم لمدة معينة ويأكل أكل معين انت بتوجهه؟ لو حد تابعك بتوجهه بتقول او الله يعني انا بغنب الناس بتشوفش حرج؟ لا خالص اقول له لازم تعمل كذا ولازم تنامع بالمتيج تغني بس هقولك بحب اه بحبه يعني انا بحبه فعشان كده بقول اللي انا عرفه بداية كان بقراءة القرآن وبعدين اتعلمت بقى المقامات اتعلمت النغم اتعلمت الارتام وحفظ القديم طبعا من الحاجات المهمة جدا عشان الواحد يأسس صوت ولازم يحفظ القديم بشكل جيد اتدريبات الصوت مثلا رحت المدربة اسمها دكتورة جاهن الناصر مرنتني وأنا اصلا كنت بغني في الأوبرا كان عندي فكرة كده بس طبعا هنا كان الموضوع فرق كتير تمرينات ونفس وازاي اغني وامتى اسكت وامتى اخد نفس ازاي فرق فرق كتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر